يمكن حقيقة قلت جملة غاية في الأهمين اللي أنا أحوله من الاحتياج للإنتاج وهنا ده لا يمكن أن يحدث إلا بتضافر جهود المجتمع المدني مع الدولة لأن المجتمع المدني هو قادر على سرعة التدخل السريع للوصول للمستفيد بشكل مباشر أكثر من الدولة خلينا نكون سرحة لأننا عندهم نوع من أنواع المرونة وسرعة الوصول للأطراف المترمية أكثر من الدولة نفسها وده اللي بيحصل في كبرى دول العالم لكن فكرة وجود الدولة شريك مع المجتمع المدني هو اللي بيضمن فكرة التأمين الاقتصادي مع المجتمع المدني فإزاي حصلت التوليفة دي المجتمع المدني مع الدولة قدروا لهم يحطوا استراتيجية واحدة نقدر اللي إحنا نكفي ونلبي الاحتياجات الضرورية ثم حدوث أو عمل استراتيجية الهدف الرئيسي منها هو فكرة تعظيم التمكين الاقتصادي لأنفئات الأكثر احتياجا هو حياتك حقولها تاني بشكل تاني حياتك بالمجتمع المدني عنده التخصصات اللي هو ما كانتش عارفها نكون جزر صحيح كل يعمل في جزر منعزل مش عارفين بعض تخصصات طبية تخصصات غذائية بالضبط ممكن زي أقول حكي نشتغل في نفس المكان بس مش عارفين بعض أما جاله أرجع بقى للوزارة التضامن أرجع للوزارات المعنية هو عامل قاعد بيانات قوية جدا أنا معرفهاش أو أعرف جزء منها لما بنحط قاعدتين بيانات مع بعض بنعرف زي نقول المستهدف إيه زي بقول حدوث يعني فيه أسرة العائل بتاعها مش قادر يعمل يعني دخل يكفي احتياجاته الأسرة عشان هو مريض لا وحدة قاعدة البيانات دي يا دكتور مهمة جدا علشان ما يبقاش فيه مستفيد بياخد أيوة يعني المنحة اللي بتقدم أكثر من مرة يعني دي كانت أول حاجة ظهرت لنا أول ما توحيي قاعدة البيانات لقينا إن خمس ست جمعيات شغالين على نفس الأسرة واحدة دخل لنا عملنا إيه عملنا توحيد الجهود إحنا ما حربناهوش بقا إحنا شوفنا احتياجات الصح إيه وننتقل سمحك قلت يعني أنا هشتغل على مرحلتين الاحتياج بتاعه وبعد كده إيه هو إيه إبقى منتج لو أنا بتديره الاحتياج من غير الفكر بتاع الإنتاج هيتحول إلى متسول صحيح يعني هياخد من هنا وياخد من هنا وياخد من هنا هيحصل إيه سهلة يعني هيبقى عنده يعني نروع من الاسترخاء يقول لك ما أنا حاجت بيجيلي لا أنا هعمل معاك جمعية واحدة تبقى مسؤولة ومع الدولة المسؤولة عن إيه إنت حتياجاتك إيه هعمل الشرطة إيه من الغاسة لبقى إنت بحتاج تعريب محتاج تتعاج محتاج يعني سلة جزائية محتاج حدهم لك بس سأعود معاك علشان أحولك من إحتياج للإنتاج فقاعدة البيانات لازم تتوحد وهي فقاعدة وحدت خلاص صحيح لأن كان في عندنا مثلا معاش تكافر له كرامة بعد كده جيه قوافل ستر وعافل وكتف وكتف وبرضو المجوب بتاع تحيا مصر وحياة كريمة وإخيرا مبادرة إزرع أه وإزرع وليس بإزاي حققت يعني نجاح سريع جدا إزاي حدك إحنا كلنا مع بعض يعني حطينا المعايير صح ما حد تقولي حطينا قاعدة البيانات صح بقى المستهدف بتاعنا يعني كمنتج أو كخدمة رايحة للمين للمتحق بتاعها بس فيه متابعة لا لسه بقولنا فيه متابعة طبعا هذا إيه متصر يا فنبي بس مش فكرة حتى إن هذا الشخص يتلقى أكثر من مساعدة وأنه هو يتحول لشخص غير في المجتمع هي الفكرة أن أنا عندي منظومة بساعد هذا الشخص عشان يقدر يتحول لشخص منتج يقدر يعيل نفسه ويعيل أسرته فيقدر يخرج من هذه البرامج الإغاثية ويقدر يتكل مكانه أشخاص تانين ووطنين تانين بالعكس هو اللي يقدر يساعدهم فبالتالي لو بصينا كمان على جانب آخر كمان بنقلل نسبة البطالة في مصر فهي دائرة متصلة كلها بتعمل في منظومة واحدة تانين بالعكس هو تانين بالعكس هو